في هذا الدرس سوف نعرف كيف نبدأ المستوى السرعة عندما نرى هذه المؤشرات سرعة المحرك كيف نعرف أن هذا هو الوقت المناسب لكي ننزل أو نخفض من المستوى السرعة السلام عليكم و تحياتي لكم جميعا متابعين الأوفياء في هذا الدرس سوف نرى الأسئلة من المتابعين منهم أن يكون مؤشر سرعة المحرك كنا شرحنا في فيديو سابق طريقة الوقت المناسب لتغيير المستوى السرعة ولكن جاءوا لي بعض الأسئلة سوف نقول لك أن السيارة لي لا يوجد مؤشر سرعة المحرك كيف نعرف الوقت الذي سنبدل فيه المستوى السرعة أو الوقت الذي سننزل فيه المستوى السرعة بمعنى أني نقراطي الفيتاس لأن هنا كيف ما شرحنا نبدأ بالمستوى الأول والمبرياج عند نقطة الوصل من بعد أن نزيد السرعة حتى توصل سرعة المحرك لألفين دورة في الدقيقة بالنسبة لهذه ألفين دورة في الدقيقة يمكنني مع المدة تقول لي الصوت مألوف بالنسبة لي كان نسمع الصوت المحرك في واحد النبو وكان نبدل المستوى السرعة سواء الثاني سواء الثالث إلى آخره مسألة أخرى إذا لم يكن لدي هذا المؤشر نستطيع أن نرى السرعة 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 أو السرعة في المستوى الأول كيف لا تلاحظه هنا من سرعة المحرك لألفين دورة في الدقيقة سرعة السرعة ستصل إلى عشرين كيلومتر في الساعة تقريباً ثم نبدل المستوى الثاني وكذلك بالنسبة للمستوى الثالث فاني نزيد في السرعة حتى توصل السرعة المحرك لألفين دورة في دقيقة بينما سرعة السيارة ستصل إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة حتى الوصول إلى أربعين كيلومتر في الساعة ثم نبدل المستوى الثالث من السرعة ونقدر أن نعتمد على صوت المحرك لأن الصوت المحرك يختلف من السيارة الأخرى سيارة سيارة تكون عارف صوتها وعارف المستوى التي تصل إلى 2000 دورة في هذه القيامة بالنسبة لما كان لديك سرعة المحرك تعتمد على صوت المحرك أو على سرعة السيارة بالنسبة للمستوى الرابع كذلك كتوصل سرعة المحرك ل2000 دورة تحتل 60 كم في الساعة ويمكنك تبدل المستوى الرابع بالنسبة للمستوى الخامس تحتل 80 كم في الساعة ويمكنك تبدل المستوى الخامس والمستوى السادس إذا كان لديك في السيارة لك حيث كان طرموبيل الذي يكون فيها جيدا فوق 100 كم في الساعة يمكنك تبدل المستوى السادس وهنا كنتظر على السياقة الاقتصادية لأنه مالذي كتوصل 2000 دورة في دقيقة 2500 أو 3000 دورة في دقيقة حيث تبدل المستوى السادس هناك سهلة كبيرة في الواقع تقدر توصلتها إلى 50% هذا بالنسبة للتغيير المستوى السرعة سوف نرى من الذي نريد أن نخفض من مستوى السرعة حتى نرى مؤشر سرعة المحرك أو حتى نرى مؤشر سرعة السيارة سوف نرى المستوى الثالث ونخفض المستوى الثاني سوف نضع رجلي على الفران سرعة المحرك على 1000 دورة في دقيقة وكذلك سرعة السيارة على 30 كم في الساعة سوف نخفض المستوى الثاني سرعة السيارة تبط على 30 كم وسرعة المحرك تبط على 1000 بينما لم أرى المؤشر أو لم أرى المؤشر أو لم أرى السرعة السيارة سوف ننخفض المستوى السرعة سوف نخفض السرعة سوف نرى السرعة سوف نرى بالغاية سوف نرى بسرعة مستوى الثاني سوف نتحدث مسافة الطبيعة سوف نضع رجلي على الفران سوف تستطيع سروعة السيارة على 50 حتى نتحدث أثناء طبيعة كنت مخفض من السرعة ثانية ما هو مقابلك ؟ إذا نحن نحكي عن طريقة بمرة ثم نتchedule سرعة 30 الى 30% ثم سرعة 1.000% فنحن بحث في السرعة أني تarinبت بفترة في هذه الحالة نحن نقراطج فنحن بحث أنك تحملuelle أثناء لي أن نقوم بحثة على الدراحة ستنزل من السرعة بما تنزل من السرعة سوف ترجع بتروازية طريقة طريقة محركة سوف نلزلها في الجميع حتى الأنذاب لمدة البحث يكون طريقة تنزل على الأخطار هذه هي الطريقة التي تستطيع تساعدك أن تخفض من المستويات السرعة حتى تحتاج المؤشر من السرعة المحرك أو السرعة السيارة بباركة هذا الموقف يبدو كثيرا في الدار بيدال لأن ترى الرجلين لا يوجد السرعة من الأسبقين وكثيرا في الدار يتوقف أحد ينقل وترك نظيف المستويات يجب أن تنطق إليه لا 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 يجب أن تنطق نحن نبدو ذلك الأسبقية الرجلين لا يوجد شيء سوى منقبل لكنه قليلة بثير لأن الرجلين لا يقومونونون على المكان المناسب لا يذهبونون بالرصيف وتقاطعاً على طريقة عرضية ويقع طول ويقع على السير وعنك عنده الأسباقية وتوقف له سواء أن يقاطعاً من ممار الراجلين أو ما قطعاً سوف أتوقف له لأنه لو كان بعيد عليه ممار الراجلين بـ 50 متر سوف يقاطعه إنك كسائق يتوقف ويقعونه الأسباقية لأن هذا الراجل قانونيًا يجب أن توقف فيه وحتى الراجلين يعرفوا بأنه إذا كانت المبيلة قريبة ليه بزافة يحاول أن يقطع هذه اللحظة لا يزال كانت بعيدة ويقطعها لكي يجعل هذا السائق أنه يوقف له ويفرني على مسافة لا يفرني بالجهد لكي لا يضربوا هذه اللحظة وبالتالي سوف نتفادوا بهذا السلوك سوف نتفادوا واحد نسبة كبيرة في حول السائق وطرق السلامة للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة